وصلت القوات الإسرائيلية عملياتها بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطع غزة واصل مسعى دولي للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في القطع وقال مسعفون فلسطينيون إن الغارات العسكرية الإسرائيلية على خان يونس أسفرت عن استشهاد 18 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر وفي الوقت نفسه تدفقت العائلات والنزحون من المناطق المهددة بأوامر الإخلاء الجديدة والتي تطلب من الناس إخلاء المنطقة